جالي كريم لتفتيح الاماكن الحساسة ومنطقة الاندر ارم وكمان اي مكان تاني في بقع غمقة في الجسم في وقت سير جدا جدا يلا بينا نشوف الطريقة يا مساء او صباح الورد حسب ما بتشوفوا الفيديو الفيديو المنتظر اللي كلكوا طلبتوا مني واخيرا نفستو طيب ندخل كده في الموضوع على طول اول حاجة فوايد العرقسوس ايه العرقسوس ده اسمه في بعض البلدان التانية نبات السوس اوكي او عرقسوس بالمصري طيب فوايده ايه انا هقول لكم فايدة واحدة وبعد كده هعرض لكم باقي الفوايد اول حاجة هو كورتزون طبيعي يعني ايه كورتزون طبيعي يعني مفتح قوي 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 جدا من الدرجة الاولى وبيفتح البشرة والجلد فاسرع وقت ممكن طبعا ده لانه هو في مواد كتيرة جدا بتقلل من التصبغات او سبغة الميلانين اللي بتكون مركزة في حتة معينة فبالتالي بتسبب لها غمقان شديد فده علاجه العرقسوس طبعا وباقي الفوايد زي ما انتو شايفين في الصورة كده يلا روح اشوفوها ندخل بقى في المكونات على طول اول حاجة هتكون معنا في الجل كريم هيكون جل السبار طبعا جل السبار هو مفتح قوي جدا جدا مفتح للتصبغات لانه بيحتوي على فيتامين اي و سي وكمان حلو جدا للبشرة اللي فيها حبوب طيب ده دلوقتي هنحط منه معلقتين كبار معلقتين طعام ايه دي معلقة دي خمستاشر ملي المعلقة دي هو المعلقة كبيرة بتعادل عشرة ملي اهي فعشان كده انا مش بملاها قوي لكن انتو حطوا معلقتين كبار مليانين تاني معلقة طيب ده اول مكون معاني تاني مكون زيت الورد طبعا زيت الورد هو مفتح زائد مرتب مضاد للبكتيريا مطهر كمان بيدي تعطير يعني هو جميل جدا في كل الحالات ده هناخد منه قد ايه هناخد منه نص معلقة صغيرة اهو نص معلقة زي ما انتو شايفين طار على وشي مش مشكلة مفيد مفيد طيب خلاص كده خدنا نص معلقة زيت ورد طيب تالت مكون معانا هيكون زيت فيتامين اي طبعا ده مضاد للاكسادة يعني ايه مضاد للاكسادة يعني هيكون فيه تفتيح وطبعا بيرطب وبيشيل التصبغات طيب ده هناخد منه قد ايه نفس مقدار زيت الورد نص معلقة صغيرة وطبعا اللي مش عنده اللي مش عنده زيت فيتامين اي اللي هو السيل تقدروا تحطوا كابسولة واحدة من فيتامين اي الف او كابسولتين من فيتامين اي ربع مية طيب خلاص كده تالت مكون رابع مكون هيكون معانا زيت الجليسرين الجليسرين طبعا مفتح مرتب عايز اقول لكم بيدي تفتيح سريع جدا 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 وناس كتيرة جدا بتستهون بالجليسرين في البشرة او في الشعر هو مفيد اوي 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 هناخد منه نفس مقدار الزيوت نص معلقة شاي اهو طيب دلوقتي اخر مكون في المواد الجامدة عسل نحل طبعا عايز اقول لكم العسل هو مضاد حاوي طبيعي اه مضاد للالتهاب مضاد للبكتيريا زائد مفتح ومرطب عام هناخد منه قد ايه هناخد منه يعني قطرتين بصوا شايفين مش كتير بس يعني يا دوب قطرتين تلاتة بالكتير اوي مش اكتر من كده طيب ده كده العسل مع المواد كلها الايه الزيتاء هنعمل ايه قبل ما هنحط طبعا مستخلص العرق سوس او نبات السوس هنحط هنقلب قصدي هنقلب كويس جدا كل المكونات عشان تندمج مع بعض شايفين بيتحول للون الابيض هتقلبه كويس كده زي ما انتم شايفين اهو شايفين اتقلب اتقلب كويس قوي طيب اول حاجة بس عايز اورها لكم شكل العرق سوس عامل ازاي اهو بصوا هو ده بيكون شكله ده بنستخلصه ازاي بناخد منه معلقة طعام كبيرة مليانة وبعد كده بنجيب نص كباية مية مغلية يعني احنا خلاص حطناها اهو فرضا ان احنا حطناها في البولة بتاعي بنجيب نص كباية مية مغلية وبعد كده بنحطها عليه وبعد كده بنغطيها باي غطى ازاز او فايل اصدير يعني وبنسيبها من بالليل للصبح هتلاقوه هو بقى مروأ كده او في القاع والمستخلص بتاعه فوق بنصفيه بمصفة ديقة جدا بيبقى ده شكل المستخلص بتاعه طيب دلوقتي هنضيف على الجل القنبالة ده في التفتيح هنضيف يا دوب بصوا كده عصرتين عصرتين من اللمو ونقل حسيتوه بعد عصرتين اللمو ونخفصنا عادي مفيش مشكلة تقدروا تزودوا معلقة كمان من جل السبار عادي جدا الموضوع سهل ونقل بصوا تقل تاني شايفين اهو طيب اخر بقى حاجة طبعا هنحطها المستخلص بتاعنا المستخلص بتاعنا اهو هناخد منه معلقة صغيرة زي ما انتو شايفين ونقلب تاني كويس اهو زي ما انتو شايفين في الاول تحسوا ان المكون او المكونات بتفصل بس ما تتخضوش هتلم تاني زي ما انتو شايفين اهو ومش هيخف شايفين الجل ده كنز وسحر صدقوني هتدعولي وطبعا امن جدا كل حاجة طبيعية زي ما انتو شايفين اهو مفيش اي مكون مش طبيعي في الوصفة دي يعني هي امنة مية في المية طيب اهو شايفين شايفين الحلاوة هنجيب بقى ايه برضو عايز قبل كده منفضي اجربه معاكم عايز اوريلكم قد ايه البشرة بتمتصوا وطبعا عايز برضو اقول لكم على حاجة ده يعني بصوا شايفين ترتيب 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 وتنعيم وتفتيح طبعا وهتشوفوا في وقت قصير جدا 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 اهو طيب دلوقتي بقى ده كمان مستخلص العرقسوس انا هعمل لكم منه كمان كريم للبشرة طبعا لتوحيد لون البشرة وتفتحها وكمان شد البشرة ممتاز جدا 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 فانا لازم هعمل لكم منه كريم للوش هتشوفوا بقى الحلاوة طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ده شكل الجل طحفة طيب ده طريقة استخدامه ازاي اولا ريحته ورد طحفة يعني هو يعتبر جل كريم لعلاج او تفتيح المناطق الغمقة في الجسم زائد كمان تعطير يعني ريحته حلوة جدا طيب ده طريقة استخدامه ازاي طريقة استخدامه بنخسل اي مكان احنا عايزين نفتحه بالليل قبل ما بننام بمية دافية عشان نفتح المسام وبعد كده بننشف مكان المكان اللي احنا عايزين نفتحه كويس جدا جدا ماشي وبعد كده بنحط منه الجل كريم ده وبننام ما تقلقوش منه الجلد زي ما انتم شايفين اهو امتصوا مع سايب الترتيب بتاعه ده اولا سنين ريحته ورد تحفة ولو انتم عايزين ريحة اقوى وحاجة مضادة للبكتيريا اقوى تقدروا تحطوا تلات قطرات من زيت اللافندر مع الخليط ده بس سدقوني هو مش محتاج ريحته فعلا تحفة ورد جميل طيب ده زي ما قلتلكم طريقة الاستخدام يحفظ فين هيحفظ في التلاجة لمدة شهر بعد ما الشهر يفوت نرمي تلات اسابيع لشهر بعد ما هيفوته نرمي ونجدد وصدقوني الجل كريم ده انتو مش هتبطلوه ولا هتستغنوا عنه لانكم هتشوفوا فرق في وقت قصير جدا بس كده ودي كده كانت طريقة الجل كريم لتفتيح اي مكان غامق في الجسم صدقوني مش هتبطلوه وانتو بنفسكم هتشوفوا الفرق في اقرب وقت ممكن لو عجبكم بقى الجل كريم وانا متأكد انه هيعجبكم ما تنسوش تدعموني لايك كتير وشير اكتر لان ده بيشجعني جدا اني استمر معاكم واشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة سيو باي باي